بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نعزي مولانا الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والمراجع عظام والأمة الإسلامية ونعزيكم أيها الأحبة أتباعي أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بذكرى حلول محرم الحرام وذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب طبعا الشعيرة تشعر بالشيء أولا الشعيرة تارة تكون واجبة وأخرى تكون مستحبة فالإمام الصادق سلام الله عليه يلتفت إلى أحد أصحابه وهو الفضيل قال يا فضيل أتجلسون وتتحدثون قال بلى يا ابن رسول الله قال يا فضيل أحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا الإمام سلام الله عليه يترحم على من أحيى أمر أهل البيت سلام الله عليه وأجمعين تارة القارئ يعني يذكر كرامات الإمام الحسين مظلومية الإمام الحسين عليه السلام يذكر عاشوراء باعتبار عاشوراء هو انتصار الدم على السيف لذلك الإمام الصادق عليه السلام يؤكد على هذا الأمر ومر الإنسان عن طريق الطبخ مثلا عن طريق العزاء مثلا عن طريق محاضرات مثلا كله شعار مهم تكثير السواد حتى يسجل من قدامي الإمام الحسين سلام الله عليه وإن كان بالشيء البسيط طبعا بالمناسبة أن الشعائر يثاب عليها الإنسان في ذلك اليوم اللي يعبر عننا القرآن الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويعبر في موضع آخر يعني بخصوص قضية الشعائر زيان فشاهد الكلام أن الشعائر يثاب عليه الإنسان لكن أنا أحب أشير إلى قضية بعض الشعائر قد لا تنتناسب ولا تنسجم مع الواقع سقدل بعض يقول شنو الشعائر لا تتناسب ولا تنسجم مع الواقع نعم يعني بعض الشعائر حقيقة الإنسان قد قد يؤثم عليها والله العالم يعني كمنع مثلا كسد الطريق مثلا أثناء مثلا يعني الطرق الفروع مثلا الشوارع بالعزاء مثلا حسن لو نسأل الماء الحسين عليه السلام هل يقبل أن يعني صاحب العزاء يعني صاحب الموكب يسد الشارع وذا مثلا هناك قضية مثلا مرأة حامل أو مثلا جريح أو مريض مثلا هذا مشكل هذا يتعارض يعني قد الإنسان بدل ما يحصل الثواب قد يحصل غير الثواب هذا جانب الجانب الآخر أني رأيته وفي كربلاء بعض يعني العزاء العزاء تشوف أنه أثناء الأذان أثناء الصلاة يترك الصلاة ويترك الأذان كأنه لم يسمع الأذان وطبعا هذا مشكل أنه هناك كلام لأمير ابن سلام الله عليه يقول لا خير في الواجبات لا خير في المستحبات في النافلة إذا أضرت بالواجب يعني يترك الواجب له الصلاة إقامة الصلاة وينشغل بهذا الأمر اللي هو العزاء نعم العزاء المستحاب والعزاء يعني مؤكد استحبابه وهذه شعائر وهذه ثاب عليه الإنسان لكن البعض قد يؤثم على هذا الأمر الأمر الآخر مرات بالتشابيه يعني جزاهم الله خير جزاء يفعلون التشابيه يعني واقعة كربلاء نعم شيء جيد ولكن البعض مرات قد يصور الحالة يعني الحالة اللي يصوره لا تنسجم مع الواقع في كربلاء أبدا ما تنسجم مع الواقع في كربلاء كيف يعني يصور يصورنا الإمام زين العابدين سلام الله عليه هذا الإمام العظيم يصوره فإنسان ضعيف إنسان يعني غير قادر على الكلام في حين أن الخطب خطب الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الكوفة وفي الشام خطب هزت عروش الطواغيت فحب أشير إلى قضية أن الشعائر لابد الإنسان أن يلتفت إليها يلتفت إليها لأنه الأمر يعني قد قد يسيء لأهل البيت سلام الله عليه من حيث لا يشعر إلا هو الشعار كله مثاب إن شاء الله مثاب عليها فشاهد الكلام أن الإمام الصادق عليه السلام يؤكد على قضية أنه قضية العزاء وقضية الطبخ وهكذا الإمام الهادي عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله قتل منا هكذا وقطع أيدي كذا قال نعم زوروا جد الحسين عليه السلام كل الأئمة سلام الله عليهم أجمعين يؤكدون على زيارة الإمام الحسين عليه السلام في رواية قرأتها للشيخ المجلسي يقول أن زيارة الإمام الحسين وكثير من المؤرخين أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام ذهابا وإيابا لا تحسب من العمر أبدا فلهذا الإنسان لا بد له أن يزور الحسين تارة من قرب كما في الأيام السالفة والآن يعني من بعد لا إشكال باعتبار هذا الوقت يعني وقت كورونا حقيقة يعني ما يمنع ولا أحد من الفقهاء وغير الفقهاء منع الشعائر أطلاقا ما كوحد ولكن الوباء الموجود الإمام يعني الإنسان قد يزور الإمام الحسين عليه السلام من بيته زيارة زيارة عاشورة مثلا فيها كثير من المرويات وبعض الأخبار أنها تدفع الوباء بعض الأخبار أن زيارة المواظبة على زيارة عاشوراء ولو باليوم مرتين مثلا في النهار وفي الليل تدفع الوباء وفيها من الأمور الإيجابية كثيرة فلابد لنا أن أن نزور الحسين وأيضا نضحي بما نملك لأن الحسين عليه السلام يقول والله لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل ولا أفروا فرار العبيد زيان وكلام للإمام الحسين سلام الله عليه طويل مثل الإمام الحسين يقول إن مثلي لا يبايع مثله زيان إن مثلي لا يبايع مثله بعدما طلب أو طلبت البيع من الإمام الحسين عليه السلام قال ل الوالي على المدينة من قبل يزيد إن مثلي لا يبايع مثله يعني لا يبايع يزيد يعني مو يقول إمام الحسين أنا ما أبايع يزيد فقط لا الذي يسير على خطي وعلى نهجي نهجي الحق لا يبايع الظلم والكفرة على مرور التاريخ احنا عدنا عهد نحن نقرأ دعاء الاهد يوميا اللهم اني اجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من ايامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا احول عنها ولا ازول ابدا اللهم اجعلني من انصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه فهذا العهد مع الامام سلام الله عليه لا بد ان الانسان يفعله ويبقى دائما ويا يعيش ويا دائما يعيش هذا العهد حتى نكون من انصار مولانا الامام الحسين عليه السلام ومن انصار مولانا الحج بن الحسن الامام صاحب العصري والزمان رزقنا الله وياكم زيارة او رؤية مولانا الامام صاحب العصري والزمان وخدمة الامام صاحب العصري والزمان بحقه عليه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين